بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعطيكم العافية جميعا دخلنا على التفريغ الثالث من محاضرات الفاينل اللي بيحكي عن الأوتانمي هسا هذا ومجموعة من التفريغ الجاية الثلاث تفريغ الجاية رح يحكي عن بعض المبادئ يلي خلنحكي بشيدونا دايما بالإثيكس نعتبرهم زي بونشز أو كلسترز أو برينسبل فلوما نيجي نحكي عن برينسبلز أو برينسبلز أو برينسبلز فور جوجمنت إن سبيسيفيك كيسيس أوكي هذن هم عبارة عن ممكن نعتبرهم زي فريمورك أوكي إنه ممكن نتبعه إحنا عشان نقدر نقرر في بعض الحالات أوكي ايضا ممكن نستعمل هذولة في بناء الرولز فممكن نعتبرهم هم زي كأنهم الجذر أو جذور أساسية أو زي الخلايا بنركبهم مع بعض عشان نطلع برولز مختلفة ومتخصصة لحالات معينة برينسبلز مختلفة برينسبلز إذن هي عبارة عن شغلات مبسطة أوكي وعلى أساسها منقدر نطلع برولز معقدة فبالميدكال إفكس في عنا إحنا فور مين برينسبل كلاستر اللي هم عنا رسبيكت فور أوتنمي النن ماليفيشنس بنيفيشنس والجسس رسبيكت فور أوتنمي اللي هو عبارة عن إنه نحتنم قدرة الشخص على إنه يصنع قراره بذاته النن ماليفيشنس إنه ندفع الضرر قدر بإمكانه عن المريض النن ماليفيشنس إنه نحاول نجيب أكثر منفعة ممكنة للمريض والجسس إنه يكون في عنا إحنا فير أكسس حواليا والدفع وطبعا مثلا مالحكوات مثلا ومالحكوات كل واحد من هذه الروز مثلا تلاقي أنه ممكن يدخل فيها أكثر من واحد من هذول حواليا مثلا ممكن يدخل بها ومالحكوات ومالحكوات وكذا بحيث إنه يطلع اللي بيرول لحالات معينة خلح على الأوتانومي الآن الأتونمية هي عبارة عن أنه الشخص يقدر يتحكم بذاته، إذاً شخصه عبارة عن الاندبندنت بيرسن، في عنده سيلف رولينغ، إذاً من الكريك الوارد أوتوس وهي السيلف ونومس وهي رول، سيلف رولينغ، لذلك عشان نقدر نحقق هذا الاشيء ويقدر الإنسان أنه يتحكم بإرادته، لازم يكون في عندي أنه two essentials أو two elements that are essentially لازم يكونوا موجودين، أول واحد وهو liberty، إذاً أن يكون الإنسان independent from controlling influences and the ability for intentional action، إذاً يكون الإنسان عنده القدرة أنه يستوعب، يفهم، يشوف وين مصلحته وكذا، ويقرر بناءًا على ذلك، فلما نيجي نمسك إحنا action معين، وبدنا نحكم عليه أن هذا الaction is autonomous، بنشوف عنا ثلاث characteristics أساسيين، أول شيء intentional will، إذاً في عندي أنا نية للقيام بهذا العمل، based on understanding، بغض النظر، إذا كان خلن نحكي فهمه صحيح أو فهمه غلط، المهم أنه صار فيه فهم، صار فيه تفكير، قناعة، واقتنع فيه هذا الشخص، ونوى القيام بهذا العمل، ونوى controlling effects أنه لا يكونش تحت تأثير، خلن نحكي تهديدات مثلا من غيره، هل هذا يعني أنه مثلا منقدرش إحنا أبداً نتصرف أو نحكي مع المريض، لن نحكي إحنا أنه autonomity أو Autonomous Autonomy سوري، أنه المريض خلص ما حدش بقدر يؤثر عليه، فهل هذا المعنى أنه خلص ممنوع نحكي معه ونتركه براحته؟ لا، الفكرة أنه الـ Autonomy ممكن يكون إما عن طريق تكون بالـ Decision Making Process أو بالـ Decision نفسه، لما نحكي Autonomy بالـ Decision Making Process، كيف الـ Decision بيصير؟ الواحد بيشوف شغلات مثلا، بيحصل معلومات، بيفكر فيها، بيفهم شوي، بعدين بيقرر الإشي اللي بديو إياه، حلو؟ فأي خطوة من هذول الخطوات للـ Decision، ممكن نعتبرها Autonomy بالـ Decision Making Process، ومثال على ذلك وأشهر مثال هو الـ Information، إذن المريض لازم يكون عنده Information كافية لأنه يقدر بالـ Decision، حسنا؟ فوجود هذه Information هي نوع من الـ Autonomy نوع من الـ Autonomy، نعم، حلو؟ فبالتالي المريض سيأتيك عشان يقدر يمارس الـ Autonomy بتاعته، أنت لازم تحكي له بعض الـ Information، حلو؟ فبالتالي لا، ما تترك أنت المريض براحته وكذا وهذا، لن يعرف أنه يقرر بالنهاية، وفي عن النوع الثاني من الـ Autonomy، اللي يريد دزجان نفسه، لن يقرر أنه مثلا هل يريده يشارك بالـ Research ولا لا، يقرر مثلا هل يريد هذا العلاج ولا لا، وعلى شيء ثاني حلو؟ فهي خلنحكي تعاونية العلاقة بين الطبيب والمريض بأن الطبيب بده يفهم المريض الشغلات، والمريض بعدين بده يقرر هسا الـ Autonomy والـ Authority ما بتعارضه مع بعض، اوكي؟ ايش يعني الـ Autonomy؟ الـ Autonomy أن الواحد يقدر يقرر عن نفسه، ايش يعني الـ Authority؟ الـ Authority أنه يكون في عندك أنت قانون، أو يكون في عندك أنت فـ Regulation معين، الواحد يخضع إليه وما يتجاوزه، اوكي؟ فذلك الشغلتين ما بتعارضوا مع بعض Refusing or accepting authority هو نوع من أنواع الـ Autonomy، إذن الدكتور رح كون إليه بعض الـ Authority على المريض، اوكي؟ رح كون إليه في بعض الحدود بالتعامل مع الطبيب، في خلنحكي بعض الأشياء الطبيب بيحكيها، الواحد لازم يسمع الكلام، اوكي؟ فـ Autonomy عند المريض بأنه هل يسمع كلام الطبيب ولا ما يسمعش كلامه؟ اوكي؟ فـ It is obligatory طبعاً، بغض النظر حتى لو ماذا المريض قرر أنه أنا بديش يسمع كلام الطبيب، وقال لك It is obligatory that we submit in our professionalism work and behavior and other issues to a legitimate source of regulation، يعني الدنيا مش سايبة بالنهاية، حلو؟ فالإنسان يعني لما يجي يقرر مع أنه عنده Autonomy، مع أنه بيقدر إليه حرية الاختيار، إلا أنه لازم يحتكم لقانون معين، يحتكم لتشريع معين بحيث أنه الأمور تكون مضبضبة وما تكون شيء يعني سائبه هكي هسا conflict between these two extremes اللي هو Autonomy والAuthority arise from inappropriate presentation or communication between principles and practice أوكي؟ إذا ممكن يصير في عنا miscommunication مثلاً أو mis presentation بهاي الأمور بحيث أنه مثلاً الطبيب مثلاً قاعد بتسلط زيادة على المريض مثلاً أو المريض مش قاعد بيسمع الكلام، قاعد بتصرف تصرفات غير مناسبة مثلاً وكل هاي الأمور فبالتالي راح يصير في هون عنا بعض conflicts between these two اللي هو Autonomy والAuthority فلازم كل واحد يكون عنده حدوده ما يتعدى على الآخر حسا لما نحكي عن respect of Autonomy في عنا بعض إحنا الprinciples وبعض الخطوات وبعض الأمور يلي لازم الواحد يحترمها أو تكون موجودة عشان نقدر نحكي إنه هذا الإنسان والله يس هي respect to Autonomy حلو؟ فبالتالي Autonomy تضمن للإنسان حق إنه يكون عنده views، يكون عنده وجهات نظر، يكون عنده خيارات يختار بينهم يختار أيضاً يتصرف بين personal beliefs or values، إذن الإنسان لازم يكون عنده القدرة على إنه يكون عنده هاي الشغلات، يكون عنده يختار مثلاً يتصرف يكون له وجهات نظر، أيضاً نحترم الـ action, position, feeling, attitude, way of thinking للإنسان، إذن هذا بشكل عام، بالنسبة للـ health professional كيف نحترم الأتوني؟ نحترمه عن طريق أول شيء to recognize that all persons have unconditional worth with eligibility to determine own destiny إذن لازم أنت تحترم أن هذا المريض، بالنهاية، بالنهاية last say الكلمة الأخيرة ستكون له بأنه يحدد مصيره، إذن لازم أنت تحترم أن هذا المريض، بالنهاية أحب أن يزيد تحاوله من السطح، أنت ملكاش دخل، ده بس إلك أنك توجهه، وبالنهاية يعني براحته، حسن obligation of non intervention in the affairs of persons إذن أيضاً لازم واحد يكون في عنا مبدأ أنه ما تدخلش بخصوصيات الناس، يعني ما تدخلش تدخل فيهم treating persons to enable them to act autonomously with no pressure or terrifying or terrorizing them to accept an intervention إذن أيضاً لازم تترك الحرية للمريض أنه يختار الإلاج مثلاً من بين الخيارات اللي أنت أتحتها إله أيضاً avoid the attitudes of ignoring, insulting, degrading, humiliating, dishonoring, disrespecting يعني كل شيء، أي شيء ممكن يضرب به الـ other's autonomy لازم نبعد عنه أيضاً avoid violating the autonomy by overlooking the person's own goals to achieve the institutional or hospital or other's goals إذن ما تتجاوزش عن الـ autonomy تعال الناس بأنك والله تتجاهل، خلناك تتجاهل أهداف هذا المريض عشان تمشي أجنداتك وأهدافك وأهداف المستشفى وكذا، حلو؟ Disclosing the information including the available options to ensure understanding إذن زي ما قلنا، الواحد للطبيب لازم يعطي كل المعلومات relevant information للمرض عشان يقدر بالنهاية يقرر لازم يكون في balance between the patient's autonomy and the principle of beneficence أيضاً إذن لازم يكون فيه عننا إحنا موازنة، ليش؟ إحنا قلنا أيضاً إنه ماشي المريض بيكون إليه autonomy وبيكون إليه القرار بأنه يتحكم بحاله ولكن هذا لا يمنع إنك إذا شفت مثلاً أنت خيار إنه قد يكون أفضل للمريض إنك تقترحه عليه مثلاً، ممكن تحاول تقنعه فيه إذا كان هو بالفعل هذا القرار أفضل إليه، حلو؟ فإحنا يعني نعطي للمريض حق إنه يعني يتصرف براحته، ولكن مش بشكل مطلق إذا لقينا مثلاً خيارات أفضل، المفروض يعني نقترح عليه، طبعاً هو بالنهاية هو يقرر فإذا لقيت أفضل التطبيق الـ autonomy but balancing other principles تضع التطبيق الـ truth, respecting privacy, confidential information, obtain concept، إلى آخر حلو، إذن هذا العبارة عن بعض الأمثلة على تطبيق الـ autonomy مع other principles مثل Non-Maleficent، مثل Beneficent، وكل هاي الأمور هسا نحكي عن الكمبيتنس الكمبيتنس طبعا حكينا عنه احنا بالمد لا زهيقنا فلما نحكي الكمبيتنس بيرسن هو انسان قادر على انه يعمل مهمة معينة المريض مطلوب منه فقط مهمتين او مطلوب منه يعني مهمته الوحيدة انه يعطي قرار بشغلتين شو هم الشغلتين شغلتين التريتمينت او الميديكال بروسيجر والبارتسبيشن بالميديكال ريسيج التريتمينت بانه انت تعطي الخيارات اللي قدامه هو يقول لك بدي هذا الخيار والبارتسبيشن بالميديكال ريسيج انك تحكي له حاب تشاركه ولا مش حاب تشاركه يقول لك اه او لا حلو ابدا هاي وظيفة المريض الوحيدة هسا التشيلدرن والماينرز وانكوما والبيشنة والميديكال ريسيجر هذول ما عندهم مش خنحكي القدرة على انهم توميك ديزيجنز ولكن حقهم ما اطار حقهم درايت توميك ديزيجنز ما اطار they still have it ولكن كيف تغير شكله بدلا ما صار انه هذا المريض نفسه اللي يحكي لا صار ولي امره هو يلي بحكي عنه في حالة متى في حالة كان طفل في حالة كان ماينر في حالة كان انكوما او الى اخر فبالتالي if they can't make decision السبستيتيوتس او ولي امره هم يلي will decide for him هسا بالنسبة للأدلت تقريبا نفس المبدأ ولكن الادلت خلنا نحكي عادة ان الادلت can give constant الا في بعض الحالات شوما من الحالات فعنا حالتين اما يكون عنده permanent incompetence او rapid irreversibility اللي هو عبارة عن خلنا نحكي temporary incompetence اوك هسا بحالة permanent incompetence المريض ابدا خلاص طول حياته chronically مش راح يقدر يكون competent لانه ياخذ قرارات زي مثلا واحد ان the chronic changes of intellect language, memory, مشاكل, dementia, Alzheimer اذا هذول المرضى مش راح يقدروا يكونوا competent خلاص لالابد اوك وطبعا نحفظ الامثلة هسا الاذر اللي يكونوا temporary causes of incompetence اوك امثلة عليهم مثلا واحد اجته transient ischemic attack transient amnesia transient alcoholism اذا هذول بوضعهم الطبيعة هم competent ولكن صار عندهم ظرف معين ممكن يقعد ساعات ممكن يقعد ايام اوك خلاهم incompetent وبعدها بس يروح هذا الظرف بيرجعوا competent so the competence of adults can be measured and evaluated by some tests or standards اوكي to categorize the person as competent or incompetent وايضا هذا حكينا عنه بالمد اوكي لما مثلا تيجي تسأل المريض بعض الاسئلة وبناء على اجاباته تقرر انه هذا الانسان competent ولا مش competent فايش الامثلة على هذا time and place orientation تسأله شو اليوم مثلا شو التاريخ هل هو قاعد بجمع ولا لا Persistence memory understanding coherence تحاول تفهم ان هذا المريض فاهم مين هو وليش قاعد قدامك مثلا وين هو اصلا مين الناس اللي حواليه يعني تصد تسأله هيك اسئلة بحيث انك تعرف هذا الانسان competent ولا مش competent الكونسان برضو حكينا عنه وزقناها it is the basic model of respect of autonomy اذا الكونسان هي اللي بتجسد فيها احترام الاوتونومي اوكي it is known by medical and biomedical that physicians and investigators should always obtain informed consent of patients prior to any substantial intervention اذا قبل ما تعمل اي اشي بالمريض اوكي سواء اشي كبير ولا اشي صغير لازم تاخذ منه الكونسان اوكي so informed consent بمعنى autonomous authorization by individuals of medical intervention or involvement in the research اذا زي كونه بسمح لك تقوم بالانترفنشن اوكي وطبعا it is it should be intentional and with understanding and absence of control اوكي قلنا عنهم ولا لسه ما قلنا عنهم ليا the intentional will based on understanding and no controlling effects اوكي intentional understanding وفيش عنه controlling effects for any procedure or treatment in medicine whether it's مجرد انك بدك تقيز ضغطه ولا بدك تعمله عملية ولا بدك تعطيه دواء ولا كذا لازم دائما you should seek to take الكونسانت من هذا المريض اوكي اوكي هسا في كثير حالات الواحد ممكن يتنبأ او يرى الكونسانت من patient's conduct اذا الكونسانت يمكن يعمل حركة معينة اوكي توحييلك بالكونسانت يعني مثلا على سبيل المثال طلعت انت جهاز الضغط المريض نفسه اجي اعطاك ايده هو نفسه قدم لك ايده عشان تقيس له ضغطه ولا مثلا طلعت ابرة وبرضه يعني عمل حركة معينة وجهز لك ايده عشان تعطيه الابرة اوكي فبهذه الحالة المريض نفسه اعطاك الكونسانت اوكي لا يعني بالضرورة انه سامح لك تعمل اللي بدك اياه اوكي فمجرد وصلته على الكلينك او وصلته لعندك لا يعني بالضرورة انه مسموح لك تتصرف او انه عندك الكونسانت اوكي هسا الكونسانت زي ما قلنا to be valid في ثلاث شروط له to be informed اوكي to be المريض نفسه لازم to be informed يكون عنده information understanding to be competent اذا يكون by their own intention okay تكون intentional يكون عارف انه هو قاعد بيعطيك الكونسانت and to be able to decide free from control اذا to be informed كمان مرة يكون عندك كل المعلومات الريليفنت اللازمة عشان يقدر ياخذ القرار to be competent زي ما قلنا عرفنا competent person and to be able to freely decide انه ما يكونش في عنا مجبر مثلا او تحت تهديد او غيره اوكي هسا نقطة مهمة ان الكونسانت is evidence اذا قبل ما تعمل اي عملية مثلا بدك تعمل عملية خطيرة مثلا وغيره ينصح انك تأخذ الكونسانت من هذا المريض عن طريق ريتينك كونسانت بحيث صار ما صار زعل المريض حاب يفعله قضية كنت عندك دليل قدام المحكمة يا جماعة الخير هذا وقع على ورقة انه في عندي كونسانت ولكن الواحد ايضا يخلي باله انه قدام المحكمة اذا المريض ممكن يسحب الكونسانت عادي حتى لو وقع على ورقة وقع ورقة وعطاك كونسانت وبعد دقيقتين غير رأيه وقال لك خلاص بديش خلاص بديش فاذا قرر المريض انه I no longer want the consent then the doctor no longer has valid consent to treatment حسا بريتشنج الكونسانت او فايلنج تو ابتين الكونسان اصلا رح يوقع الانسان بليغ الكونسانت سواء سيفل Proceedings كلمل Proceedings or Disciplinary Proceedings كداش اوكا سواء السيفل Proceedings there's broad way in which سيفل Proceedings based on lack of of constant can be framed ابسطها اللي هو the negligence the negligence اللي هو الإحمال اوكا ممكن نعتبره so for a doctor to be found liable in negligence the complaint need to prove عدة شغلات ثلاث شروط اول اشي ان الدكتور obliged a duty of care to that patient the doctor was in breach of the appropriate standard of care and that breach caused harm to the patient وذور رح نحكي عنهم الثلاث شروط بالتفصيل بمحاضرة لاحق اظن هي the non-maleficence اوكا هسا ايش عني duty of care duty of care duty of care is the obligation on one part to take care to prevent harm from the other اوكا اذا بشكل عام الطبيب طبيب اوز duty of care للpatient يلي هو مسؤول عنه اوكا كيف نطبق هسا على حياتنا بعض الامثلة ثلاث امثلة اول مثال بقول انت ماشي انت بالشارع اوكا you don't have to attempt to help them ولكن ها ولكن اذا طلعت انت وقلت يا جمعك الخير انا طبيب او اعملت اي حركة توحي للناس انك انت طبيب وحاولت ننقذ هذا الانسان هيك انت البست المريض البسته وصار duty of care to the patient اعطيته اياها فبالتالي انت مساءل بانك انت تكمل مع هذا المريض لت انه على الاقل يعني يوصل للمستشفى او لت انه يعني يتلقوا الاسعاف حلو اذا بلشت بانك تعالج مثلا وقررت انه بالدكش خلاص غيرت رأيك او قلت للناس يا جمعة الخير انا دكتور وبعدين قررت انه بالدكش تتدخل بعدين ممكن انت تكون محاسب اوكا ومساءل اوكا للإحمال اوكا يدوك الناس وقولولك يا الله تعال احمال مثال ثاني اوكا مثال ثاني if the patient to choose whether to have an operation or diagnostics يجب ان يكون عنده information يكون عارف الـ benefits الـ risks وكذا الآن الدكتور يجب ان يخبره بهذه المعلومات اذا خبره خير وبركة اذا لم يخبره The doctor may be found in not giving certain relevant information before taking the consent اوكا يعني مثلا ممكن واحد جراح يجب الديع عملية لمريض اوكا المريض قال لك خلاص طالعة اوكا طبعا الجراح لا أعطاهوش كل الـ information اوكا يعني first to tell about the risk of particular complication المريض قال لك مش مشكلة طالعة اوكا وصارت complication المريض زعل ورفع قضية على الدكتور اوكا وقال لك شو بالقضية قال لك اوالله اذا عرفت انه فيه risk مش راح اعطيه الـ consent اوكا هذول الثلاث شروط اتوفروا اول اشي انه يكون مسؤول عن هذا المريض ثاني اشي انه يكون مقصر ثالث اشي انه التقصير نتج انه ضرر حلو اذا كان مثلا مش مسؤول عن هذا المريض خلاص اموره تمام اذا كان مسؤول عنه وما كانش فيه تقصير مثلا خلاص شو لعشو لنقليقانز فهي هاي الشروط الثلاث شروط لما ييجي الدكتور يعمل شغله he wasn't consented to do اوكا اذا ما كانش عنده الـ consent to do this ولكن عملها انيوي اوكا مثلا if the doctor made an error and the doctor wasn't acted مثلا in wrong intention اوكا مثلا او انه ما كانش مسموح له يعمل هذا الاشي امثل عليه sexual molestation or unnecessary treatment for financial gain اذا الممكن للطبيب يحط الاجات زيادة مثلا او يعالج مثلا امور اخرى هو بغنى عنها او مش مطلوب منه اصلا ابدا وملهاش اي قيمة مجرد عشان اما انه يستغل المريض او يستغله ماديا اوكا فهي الامور غلط هسا Disciplining Proceedings failing to follow medical practice guidelines will lead to Disciplining Proceedings بكون في البانيل هذا البانيل راح يقعد يقرروا كيف ممكن يعاقبوا هذا الطبيب حلو هاي Disciplining Proceedings هسا متى بكون كيف مستغل المريض متى خلص مستغل المريض مستغل المريض بقول لك وقت المريض 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 يعني لا اعترف انه هناك شيء اسمه المريض باي لحظة يكون مثلا وضع حرج ما بتلحقش مثلا انك تأخذ منه constant مثلا ولا تتأكد ان هذا الانسان صحي حلو فبهاي الحالة انت بتروح بتعمل انك تدفع عنه suffering اوكا وتحاول تنقذ قدر الامكان ما دين بتتفاهمه على باقي الامور حلو فايش هم الحالات اللي هاي اذا ما قدرتش تأخذ constant اذا ما قدرتش او ملحكتش تتأكد ان ال constant is valid لان ممكن المريض مثلا ايجاك المريض مجروح اوكا وقاعد بنزف 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 ممكن يموت باي لحظة ولكنه صاحي فبتالي انت خلص اخذت ال constant وتأكدت انه هذا الانسان صاحي وبتقدر تأخذ من ال constant ممكن يكون لا بلا شاء يدروغ فبتالي انت مش كثير متأكد انه هل يؤخذ بكلامه ولا لا يؤخذ بكلامه فانت خلص بتطنش كل اشي وبتعالجه حلو اما حتى تأدهير من ال Λأور تؤدهير لـ ال permanent capacity انت مستخدمي وانت dévelopح مريض انت مستخدمي لكا نستخدم targets كا نتضج بجد this patient تنشب المvation Moving法 لا تتمكن انت عالجه كاة's ببعض الحالات كاة's يعني مثلا لديك مريضสافحته سلمت عليه والله جمعة الخير الأمر بل cos لا يعني برادة توجه بتصير فهي متعارف عليه عادي بتسلم على الواحد فمش شي انه بده كونسنت انه لو تيجي تستعد انه بصير اسلم عليك المنتل إلنس ايضا هاي يعني الواحد ممكن يتصرف بحاله بحاله يعني بدون كونسنت الببليك هيلث اول ما طلعت الكورونا واحد يثبت عليه الكورونا بحبسوه بالمستشفى حلو فهي كان بي أردت بي ديتينت ابدا يمسكو وزيته بالمستشفى وممنوع تطلع فهونا صار في تقييد على حريته ولكن مش مطلوب منهم انه يأخذوا كونسنت والله بصير والله نعزلك ولا لا لا خلص اعزلوا اعزلوا والشيدرون والماينرز يعني برضه حكيان نفس مبدأ المنتل إلنس وكذا حسا بالنسبة للإنفرميشن الإنفرميشن قلنا احنا البيشنت has the right to have information about their condition and the treatment options available to them حسا الامونت افرميشن يلي بتعطيها للبيشنت هتختلف وبناء على الظروف وبناء على بعض العوامل شو العوامل؟ nature of the condition بعض الحالات ستطر تعطي المعلومات شوي شوي بعض الحالات عادة تعطيها كلها complexity of the treatment ممكن يكون التريتمنت ما يفهمهوش المريض فانت بدك تلاقي طريقة بانك تعطي المعلومات على دفعات مثلا بحيث انه يستوعبهم risks association with the treatment or procedures حسب اختلاف الرسكس بعض الرسكس ممكن يكونوا اكبر من بعض patients own wishes ممكن البيشنت نفسه يقول له خلاص انا مش حاب اعرف فخلاص ما بعرف ايش ممكن البيشنت يقول لك مثلا خبر اهلي بس ما تخبرني او خبرني بس ما تخبرش الناس فهون الواحد بده ايضا يحترم هاي الوشيز فالinformation which patient may or want to know before deciding يعني هاي عبارة عن قراءة انه شو الاشيين ممكن واحد يقرر انه بده يعرفها او شو مثلا the details of the diagnosis مثلا اوكي تشخصت انا شو وضع التشخيص ال prognosis ال prognosis لو بعمل علاج معين وكذا options of treatments و detailed procedures and therapies لهذول options اوكي when and how is it expected انه انطلع المريض مثلا او تتحسن حالته او يبطل تحت المراقبة مثلا اوكي whether doctors in training will be involved هل مثلا هنجيب طلاب طب يشتغلوا عليه او لا او متدربين او مقيمين او اللي هو reminder that patients have right to seek a second option اذا برضو بتذكر انت المريض انه ممكن في خيارات ثانية اذا ما عجبك هذا الخيار uncertainty about diagnosis ممكن تحكير انه والله اوكي احنا يعني نشك انه عندك هيكة ولكن بدنا نتبع اكثر ونتقص اكثر the purpose of proposed investigation or treatment how the patient should prepare يجي صايم مثلا يجي ماكل يجي مرتاح نايم مش نايم الى اخرى الذكره كمان مرة انه ممكن يغير رأيه اعطاك ال constant ممكن يسحبها اوكي فانت بتذكر انه بتقدر تسحبها عادي فالname of the doctor مثلا ويعني اذا قدرت برضو الname في اي واحد حيصيبه اوكي يعني في حال قرر اعلي لا اي سبب بده يعرف اسم الدكتور مثلا discussion of any serious or frequently occurring risks اوكي اذا مثلا في عندك عملية دايما بيصير فيها رسك معين مثلا او غلط معين فبدك توضح له هذا الاشي where applicable details of cost and charges ايضا مش تمقلبوا يعني بعد ما تعملوا العملية تلبسوا فاتورة اوكي فهي الامور يلي يعني بفضلوا يعرفوها المرضى بس والله بالتوفيق ويعطيكم الف عافية